أقول لماذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منتقبات في حين إنه قال لأسماء السيدة أسماء بنت سيدنا أبو بكر عليه من الله السلام السيدة أسماء ذات النطاقيني أنا بابينها بس بعرفها من أسماء قال لأسماء لا يظهر من المرأة إلا هذا وذاك وأشار للوجه والكفين وشكرا لفضيلتكم نعم إحنا دلوقتي بنقول فيه طاعة وزيادة في الطاعة في طاعة وزيادة في الطاعة الطاعة المفروضة هي المفروضة إن المرأة لا يظهر منها إلا وجهها وكفيها فهي زودت كمان في الطاعة راحت مغطية والشهة ولبست كمان جوانتي اللون قفاذ لا بأس لكن هل هنا القعدة بقى زي ما سيدنا ومولانا الإمام الشعراوي عليه من الله سحائب الرضوان والرحمة قال إنه هو فرد ولا في أي كتاب ولا في أي مكان يقولك النقاب فرد لكن قال عليه إيه النقاب النقاب ليس بفرد ولكنه زيادة في طاعة زيادة في إيه في طاعة لله بس مش أكتر من كده فأمهات المؤمنين إن لم يكون عندهم الزيادة في الطاعة هتكون عندي مين يعني هتكون عندي مين وده الأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا النقطة دي بهم إن أحبابنا يعني اللي عايز أو اللي عايزة تلبس نقاب تنتقب لا بأس بها لا أنا خليني كده أكشف إيدي ووشي ولا حرج ده حسب الوضع العام وحسب مزاجها محدش بيفرض على حد حاجة خالص خالص الدين لله والعبادة لله والإخلاص لله فاللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين